نادين نجيم ونادين لبكي في شخصية البنت القوية اللي بيطلع بإيدك يطلع بأجري ليكو لديك يا أبو ريحة ما تعمل علي يديك يا ابن الشرشوحة مش غريب على نادين نسيب نجيم في كل عمل بتقدمه نها تتصدر الترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي خلال أيام قدرت نادين أنها تكون حديث الصحافة والجمهور العالمية من خلال شخصية زهرة اللي بتقدمها في مسلسل صلوون زهرة اللي بيحقق نسبة مشاهدة عالية على منصر شاهد وبمجرد إطلاق شركة الصباح الحملة التسويقية والدعائية للعمل اتفعل الجمهور بشكل كبير وعبر عن حماسه وانتظاره للعمل ده اللي بيشاركها بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم معتصم النهار توني عيسى مجدي مشموشي فادي صمرة زينا ميكي كارول عبود وغيرهم شفت ومن جهة تانية وبالرغم انه لسه بدري قوي الحكم على العمل ده الى انه قعاد لأذهان الجمهور روح فيلم كارامل او سكر بنات والشابه ده شافوا الجمهور في البداية من خلال الاحداث اللي بتدور في إطار رومانسي بيجمع دراما باللايت كوميدي عن مجموعة من النساء كل واحدة منهم ليا قصتة ومشاكلها وعن علقتهم بالرجال وطابقوا مجتمعنا العربي ففاكرة واحداث المسلسل اللي بتدور في حي شعبي جوه صالون تجميل خلت البعض يتكلم عن التشابه بين شخصية زهرة وليال وباين ان طبيعة العلاقة اللي بتبدأ بمشكلة وبتطور لعلاقة رومانسية بين ندينة سيبنجيم ومعتصم النهار اللي بيلعب دور أنس المنجد فكرت الجمهور بعلاقة ندين لبكي وعاد الكرم اللي شفناها في دور شرطي وكمل التشابه ده بمود الصالون اللي نقدر نقول إنه ما كان بيفشوا فيه نسوان الحي خلقهم فالكل بيشارك مشاكله أفراحه والملفت كان الكومن مومنس وهي لحظات الرأس اللي موجودة في العملين ومش بس التشابه في الأحداث اللي ممكن إنها تكون مطروحة ومعالجة في مصار درامي مختلف إنما في اللوكس كمان فاعتمدت ندين جيميل فلولر درسز الجريئة نوعا ما بألوان متنوعة وقصات مختلفة وده اللي بيعكس شخصية البنت القوية وبشخصية البنت القوية كمان اعتمدت ندين لبكي أكتر من إطلالة في كارامل نفس الستايل مع الأكسيسوريز وبعيدا عن الشخصيات الدكور كان لي حصة كبيرة من المقارنة وخصوصا للألوان والفيرنيتشر مدام ورد مين ورد؟ شوف أكر حالك جاي على ماشتا الاسم زهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة